بعد أن تضاربت الأنباء طيلة الأسبوعين الماضيين بشأن مصيره والغموض الذي اكتنف وضعه الصحي الذي بات مثار اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية وتكهنات عن من سيخلفه في حال غيابه وتصريحات عدة صدرت عن قيادات من عملية الكرامة بأن الرجل يتمتع بصحة جيدة وسيظهر خلال الأيام القادمة ها هو الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري يعلن أن قائده خليفة حفتر سيصل الخميس إلى مدينة بنغازي دون تحديد موعد وصوله بعدما أنهى فترة العلاج في العاصمة الفرنسية باريس وكالة رويترز في المقابل نقلت عن مصادر مصرية وليبية سفره من باريس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين من مصر الداعم الرئيس له وفق قولهم دون التطرق إلى أسباب الزيارة اعلنوا عودة خليفة حفتر إلى البلاد سبقه الحديث عن استعدادات تجري في مدينة بنغازي لاستقباله في حفل رسمي يشارك فيه قيادات وضباط من عملية الكرامة وأعيان من المنطقة الشرقية إضافة إلى أن حفتر سيشارك عند عودته التي طال انتظارها في احتفالات الذكرى السنوية لعملية الكرامة التي أطلقها منتصف عام 2014 حفتر الذي يعد أحد أهم الأطراف السياسية بالمشهد الليبي لارتباطه بدول إقليمية ودولية شهدت فترة غيابه تحركات رفعة المستوى لمعرفة من سيخلفه وفق ما نقلته صحف ومصادر غربية عدة فقد نقلت إذاعة فرنسا الدولية أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح اتجه إلى دولة الإمارات للتباحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للدفع بشخصية تخلف حفتر في منصب القائد العام تقرير الإذاعة الفرنسية ذكر أن هناك ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة حفتر وهم ابنه خالد وابن عمه عون الفرجاني واللواء عبدالسلام الحاسي الذي وصفته الإذاعة بأنه الرجل السري والمقرب من أبو ظبي والقاهرة مؤكدة أن القائمة لم تشمل اسم عبدالرازق النظوري رئيس الأركان المكلف من مجلس النواب الذي تعرض لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي بتفجير سيارة مفخخة بالتزامن مع مرور موكبه في منطقة سيد خليفة بضواحي مدينة بنغازي